أمر مهم موقع اليوم. دعم كبير للمملكة المغربية في قضية الصحراء. لكن في نفس الوقت كنشوفوا أن الجزائر فعلا تدخل في عزلة دولية. وهذه نعن تبتون لكم هذا الشهادة بالحقيقة والواقع. في خبر آخر سنتحدثوه على الجيش المغربي. اللي حسم الأمور على أرض الميدان في المنطقة العازلة. وبدأت التراخل كاتجاد. وهذه الشهادة تحدثت عليه تقارير إعلامية دولية. لكن المؤشر الآخر اللي يبين فعلا على أن الأمور تحسمات هو رئيس المينورسو. اللي يجتمع مع صفراء الدول اللي عندها مقاعد دائمة في مجلس الأمن. هذا خبر آخر سنتحدثو عليه وننقشوه كذلك في هذه الحلقة هذه. أما أخيرا نختم الفيديو ديالنا بجوش ديال الأخبار. من بعد زيارة ديال بيدرو سانتيز وزير النقل الإسباني هاود يشوف المصالح ديال بلاده مع المملكة المغربية. في الوقت اللي نواب فرنسيون يعاتبون على إيمانويل ماكرون في طريقة ديال التعامل دياله مع المملكة المغربية. ديال الأخبار ديالنا اليوم. إليك أتمكن المواضيع بقامل عن الآخر ونشارف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا كرام زوار موقع المهاجر نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كما عودناكم دائما معكم سوفيا المرزوقي من قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات ومرحبا بالجامعة. إخوان كما العادة أخبار حصرية ومتنوعة وحتى في نهاية الأسبوع بطبيعة الحال لأننا نواكب الأحداث والأخبار. سوف نبدأ بحدث مهم جدا ما يمكننا نمره عليه لكن كذلك ما يمكننا نمره على واحد لحادث آخر وقع اليوم في الجزائر. واللي يؤكد العزلة الدولية اللي تحدثنا عليها سابقا. سوف نحدثو كذلك على الجيش المغربي اللي حسم الأمور ومشيحنا اللي قلنا بهذا المرة هذه الإعلام الدولي اللي يتحدث على هذا الأمر هذا. وباش نأكدو لكم أن هناك يعني حسم للأمور سوف نتحدثو على رئيس بعتة المينورسو في الصحراء المغربية والجتماع ديالو بصفراء الدول دائمة المقاعد في مجلس الأمن. كذلك سوف نتحدثو على فرنسا اللي تختر كل شي لصالح إسبانيا والنواب اللي يعتبوا على إيمان والماكروم. بدأوا على بركتي للإخوان حدث مهم بكل ما تحميل الكلمة المهم. والتي هذا ما جايش من فراغ جاي من كتير من العمل رهما يمكنكش يعني تضمن الدعم الدولي إلا ما كانتش عندك مصداقية إلا ما كانتش عندك علاقات طيبة إلا ما كانتش عندك مملكة كتحافظ على العلاقات مع باقي الدول. هنا فاش قلت لكم عزلة دولية بالنسبة الجزائر ره عزلة دولية بكل ما تحميل الكلمة من معنى. فالوقت اللي المملكة المغربية قد ضمن أصوات مهمة جداً قد ضمن دول اللي عمرها ما غادي تغير المواقف ديالها. دول اللي عارفة شنو هو يعني شنو هي العلاقات الجيدة شنو هي تكون عندك علاقات جيدة مع دولة أخرى في الحجم ديال المملكة المغربية. دول اللي كنظن انها كذلك عرفها بزيان شنو هي القيمة ديال المملكة المغربية فهدشي علاش قد نهضروه على مجلس تعاون خليجي اللي كي اكد الدعم دياله المغربية تسحراء والمساندة ديال المبادرات الحكم الذاتي في الاقاليم الجنوبية ديال المملكة المغربية بكل ما تحميل كلمة بمعنى بدون نفاق بدون زييف بدون تلاعبات بدون يعني بزف ديال الامور ها الدول هادو هي دول عربية غنية ها ديال اللي نقدرون نقوله الدول اللي كتشرف الصورة ديال العرب دول اللي عندها ما عندها من موارد طبيعية واللي عرفات كيفاش تحافظ على المستوى المعيشي ديال الشعوب ديالها وقدرت انها تحقق ليها يعني واحد العيش كريم ما كنهضروش على اصحاب الوجهين من بعض الدول العربية كين بعض الدول العربية الكتبيين لك انها كتدعمك وكين عندها جوج ديال الوجوه كتلقاها في وجه وكيتغير الوجه مرة اخرى فهنا بطبيعة الحال كيفما كنقول لكم متابعين الكرام كينشي امور اللي مهمة جدا في العلاقات الدولية فالمملاكة المغربية حريصة لانها تحافظ على هاد العلاقات هادي حتى مع ذلك الدول اللي عندها جوج ديال الوجوه ومعمرها خسلات العلاقات ديالهم وحرجاتهم مرارا وتقرارا لكن انا كتهمني بزاف كيهمني بزاف هذا الخبر هذا اتشعليش بغيت نبتابع الحلقة وبغيت نتقاسموا معكم وبغيت ندوزكم الخبر الموالي يعني مباشرة في اطار باش نبيلكم الحقيقة ديال الكلام اللي كانت تحدثوا عليه لاننا بزاف ديال المرات كانت تحدثوا كيقولك الاخوان فين هو الاتباس الاتباس قد نعطيه لكم اليوم بالحجة والدليل كيفاش فعلا الجزائر دخلت في هاد العزلة الدولية اللي كانت تحدثوا عليها مرارا وتقرارا فطبع الحال نشوفوا كيفاش بعدها مجلس تعاون الخليجي يؤكد دعمه لمغربية السحراء ومساندة المقترح المغربي او للمبادرة المغربية للحكم الذاتي اكد المجلس الوزاري المشترك بين مجلس تعاون والمملكة المغربية ومواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على امن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة ودعم مغربي السحراء ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في اطار سيادة المغرب ووحدة اراضيه مهمة هذه الكلمات هذه علاش ان هناك الكثير من النفاق في الاوينة الاخيرة عدة دول كتبين رأسها صديقة وهي من تحت كتناور وشدد المجلس الوزاري المشترك المعاقد اليوم الاحد مقر الامانة العامة لمجلس تعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودي الرياض بمشاركة وزير شؤول خليجية والتعاون الافريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على اهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في اطار شراك الاستراتيجية بين الجانبين كما رحب مجلس تعاون الخليجي بترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الامن الدولي لفترة 2020-2029 هذا دعم كبير للمملكة المغربية دعم حقيقي وكذلك رؤية لما هو قادم هذه دول التي تحافظ على المصالح ديالها فالدول هذه الإخوان عرفت بأن المملكة المغربية هي التوجه ديالها الحقيقي دول التي تراهن على المصالح طبيعة الحال والمصالح ديالت الشعوب ديالها لأنها قدرت تتحافظ على واحد المستوراقي للشعوب ديالها فهذه الدول هذه ما اخترش المملكة المغربية من فرق وما توجهتش المملكة المغربية من فرق عارفة ما هو قادم في المستقبل وفي هذه اللحظات اللي كانت تحدثتو على هذه المبادرة هذه ما ننسوش واحد الحادث اللي وقع في الجزائر هذا الحادث هذا هو يعني اليوم تم انتهاء منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر وهنا باش نقول لكم عزلة دولية حقيقية عزلة دولية حقيقية وما كان تحتشوش من فرق العديد من رؤساء الدول اللي غابوا يعني من هاد المنتدى في الجزائر وتعوضت يعني الاماكن ديالهم بدعوات خاصة رغم ان بعض الدولات لا تساهم في تصدير الغاز مثل تونس مثلا مع قيس سعيد وفين هي السعادة من هذا الشيء هذا كامل انك تمشي بهذه الطريقة هذي فطبيعة الحال فشكا نقول لكم عزلة دولية طرح عزلة دولية حقيقية وما كانت تحتوش من فرق فليوما انتهت كما قلنا اشغال منتدى الدول المصدر للغاز الذي احتضنته العاصمة الجزائرية في الفترة الممتدة ما بين 28 وجوج مارس الحالي بدعف كبير في الحضور لرؤساء الدول الفاعلة في تصدير الغاز مثل روسيا ومصر والامارات ونيجيريا وفينيزويلا وفينيزويلا لقدر تدعم ميليشيات البوليزاريو في الخفاء يعني كان هدروه على تقريبا معظم الدول شنو هي الدول هذي روسيا مصر الامارات نيجيريا فينيزويلا ادربيجان انجولا وحتى الولايات المتحدة الامريكية اللي كتتعتبر من اهم مصدر الغاز في العالم الى جانب قطر وروسيا والنرويش هذي الاسماء دي للدول هذي كاملة غابت روسيا مصر الامارات نيجيريا فينيزويلا ادربيجان انجولا والولايات المتحدة الامريكية شوفش حل من دولة غابت على هذي المنتدى هذا هنا قدين فهموا العزلة الدولية اللي ادخلت فيها الجزائر ورغم كل تصريحات الجزائرية اللي حاولت التأكيد على نجاح هذي المنتدى هذا وما دائما خصوم يعطيه في ان المنتدى نجح الا ان ضعف الحضور خيم على النقاش حول المستقبل الغاز في السلة الباقية للعالم نحو الطاقة المتجديدة ناتجة عن مصادر طبيعية مثل الرياح والالواح الشمسية وهنا فينكين يعني السر ديال العذاء الجزائري للمملكة المغربية هنا فينكين السر كذلك ديال العزلة الدولية اللي ادخلت فيها الجزائر هنا فينكين السر كذلك ديال توجه عدة عواصم عالمية للمملكة المغربية واختيار المملكة المغربية بدل الجزائر هنا فينكين السر بالضبط والاعتماد على الطاقات المتجديدة وفقد منتدى الدول المصدرة للغاز في طبعته السابعة الذي احتضنته الجزائر قيمته حتى إعلاميا بعد غياب العديد من رؤساء الدول التي تعتبر بلدانهم فاعلة في السوق الدولي للغاز مثل الرئيس الروسي فراديمير بوتين ورئيس نيجيريا بولاتينوبو ورئيس فينزويلا نيكولاس مادورو كما غاب أي مسؤول سامن السعودية وهو ما عكس فشل الجزائر في إقناع مسؤولي الكبار لهذه الدول في الحضور والنعكس على البيان الختامي الذي جاء فضفاضا بينا إلى حد كبير عدم الاتفاق على استراتيجية واحدة للدفاع عن سوق الغاز وعدم تخلي عنه في أفق 2050 وفقد تقديرات الدولية وتعويضه بالطاقات المتجددة هالدول الكاملة اللي ذكرنا بمن فيهم تال ولايهات المتحدة الأمريكية كانوا عارفين أن طاقة يعني تأثر كان تأثير روسيا كانت تستعمل الطاقة من أجل مصالحها وعدة دول كانت تستعمل الطاقة من أجل التغذي فينزويلا كانت تدروع على دول اللي تمردات على القانون الدولي واللي كانت يعني تعتبر دول متمردة بكل ما تحمل الكلمة من معنى فهذا الدول هذي أصبحت تعي جيدا أن من هنا في سنة 2050 الأمور ستتغير بشكل كبير وهذا عدم الهتمام طبيعة الحال هالدول هذي كلها تبحث عن يعني مكانها في العالم الجديد الذي ينتظرنا ينتظرنا عالم جديد كي خلت هالتصالة المغريب فطاقات المتجديدة عالم جديد يناديكم عالم جديد يناديكم فعلا لأنه فعلا سيتحول العالم 180 درجة إلى ما قلناش 360 درجة من الاعتماد على الطاقة الأحفورية للاعتماد على الطاقات المتجديدة تماما وهذا هذا تفرض على العالم وما كان شيء خيار آخر العالم خصو فعلا يلتزم بهذا الأمر هذا فهنا كنشوف الغياب ديال هالدول هذي من جهة كبين يعني القيمة ديالجزائر والعزلة الدولية اللي دخلت فيها وعدم الاهتمام تنتع هالدول بهالطاقة الأحفورية لأن المستقبل أصبح أكتر من واضح وراه كنقولها ميران وتكراران وكان نكررها وكان اعتمد كانت تعمد أنني نكررها هو أن هالدول المتقدمة من البعد النظر ديالها كتر من إنسان عادي بحالي وبحالك وكتر من دولة يعني نامية وكتر من دولة متخلفة عندهم يعني واحد بعد نظر كين دول اللي كيشوفوا من هنا الفين وخمسين شنو غي يكون واقع كين دول اللي وصلوا من هنا الفين وثلاثين وحبسوا كين دول اللي ما عارفينش حتى من هنا لغدا شنو غادي وقعوا غير غادي وغير غادي نطبقناها على الله وكيدخلوا في الأزمات أزمتي والأخرى حتى القورسهم في عزلة دولية حقيقية ومعيشين معهم بعض المرتزقة على الأوهام ديال سنة 1975 إلى يومنا هذا وما زال حدود ساعة ما كين تشي حاجة بالعكس كين غير خسارة في الخسارة فهنا كنقولوا اللهم نظري بالظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وندوزوا الخبر الموالي متوينة الكرام ومشاء الله ما كين غير السلامة من عند الله سبحانه وتعالى فكما قلت لكم متوينة الكرام وكما تحدثنا سابقا الجيش المغربي كيحسم الأمور داخل الصحراء المغربية المنطقة العازلة وتحديدا في الحدود الشمالية الموريطانية والجنوبية المغربية مع موريطانيا في ذلك المنطقة هذه تنفيذا للأوامر الملكية من بعد الخطاب الملكي ديالذكرى 48 المسيرة الخضراء السادس من نوانبر الجيش المغربي تحرك لضمان طريق جديد وربط معبر جديد بموريطانيا وهذا المعبر هدا غيرت تربط بالطريق الوطنية المغربية الكلام هدا تحدثنا عليه سابقا نحنا في هات القناة المتواضعة وقدر نقول لكم في اللحظة بالتبط كنت قدرت مباشر عليه ومن بعد تحاول تحدثت عليه فهنا احنا كنتابعوا يعني الإعلام الدولي قدروا مجلة إفريقيا المتخصصة في شؤون الإفريقية تحديدا كتكشف أن القوات المسلحة الملكية بدأت فعليا في التحرك نحو المنطقة العازلة قرب الحدود مع موريطانيا وقام الجيش المغربي بحجد قواته والترسانة كبيرة من الأسلحة في منطقة أغونيت تابعة لإقليم أو سرد بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية ووفق ذات المصدر فإن الهدف من هذا التحرك هو إنشاء طريق لمبادرة الوصول إلى المحيط الأطلسي لدول الساحل من خلال صد الجدار الرملي وإنشاء موقع حدودي جديد في شمال موريطانيا فهذا الخبر هذا الناس اللي كيتبعوا هذه القناة أعتدر الإخوان الناس اللي كيتبعوا هذه القناة هذه قد نذكركم أننا تحدثنا عليه يعني سابقا فهذا القناة يعني ما يقارب الأسبوعين أو للأسبوع أو للعشرة عشرة أيام تقريبا أسبوع عشرة أيام فهذا النواحي بقيت عقل بالضبط لكن كنأكل لكم أن مباشرة من بعد ما بدأ الجيش كيتحرك في هذه الحدود كنا تحدثنا عليه وقلنا أن الجيش المغربي بدأ يعني يستعيد لربط معبر حدودي جديد في شمال موريطانيا ومجنوب المملكة المغربية بطريق الوطنية المغربية وفعلا كل المؤشرات كتقول أن هناك أمر كبير يعني كيحدث في سحراء المغربية شنو هو الدليل دينا دليل دينا هو هذا هو رئيس بعثة المينورسو رئيس بعثة المينورسو جرى محادثات مع السفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن كيف ما عرفتو أصلا قد نرجعوه حتي شوية نشوف الأحداث كيف يشكت تسارع جات الزيارة دي سطفان ديميستورا الجنوب إفريقيا من بعد المملكة المغربية طالبات من سطفان ديميستورا أول شيء يحد الجزائر العودة للموائد المستديرة والأطراف ديال النزاع كما خرج في القرار 27-03 تنفيذا لمختضايات القرار 27-03 اللي صدر من مجلس الأمن في 30 من أكتوبر الماضي وكذلك حت ميليشيات البوليزاريو على عدم القيام بأعمال عذائية في الحدود هذه هي المهمة ديال سطفان ديميستورا من بعد الاحتجاج ديال المملكة المغربية على ما قام به من سفر لجنوب إفريقيا وهنا قلنا ان سطفان ديميستورا الله اعلم باقي ليه شوية من المشوار ديال في هذا كامل فبطبعت الحال من بعد هذا ما سنلقا سنلقا زيارات مهمة أولا مسؤولين مهمين كذلك كان هناك لقاء ديال مسؤول سامي في الجيش المغربي مع رئيس بعثات المينورسو ومسؤول على المنطقة الجنوبية من بعد هذا اللقاء هذا شنو وقع كان يعني كذلك لقاء مبين سيد ناصر بوريطا وزير الخارجية المغربي وكذلك وزير الخارجية الموريطاني ومن بعد التحركات هذه كاملة نسمع الجيش المغربي يتحرك في المنطقة العازلة لفتح معبر جديد مع موريطانيا تنفيذا المخطط المغربي ديال ربط دول ساحل بسحراء المغربية وبالموحيط الأطلاصي فهذه النقطة بالتبط ديال ربط دول ساحل بالموحيط الأطلاصي وإيصالهم للواجهة الأطلاصية أشهدت بها كل القوى العظمى إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية فطريقة الحال كانت واحدة الإيشاذة كبيرة من المنتظم الدولي فهنا كان لقوا أن رئيس بعثة المينورسو في نفس الوقت ومن بعد هذه الأخبار كاملة اللي راجد كي يجري محادثات مكثفة مع سفراء الدول الأعضاء دائمين مجلس الأمن ووصل أليكساندر إيفانكو رئيس بعثة المينورسو وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السحراء المغربية مساء يوم الجمعة إلى العيول قادما من الرباط بعد محادثات مكثفة مع سفراء مجموعة أصدقاء السحراء الستة التي تضم سفراء دائمين ووفق مصادر مطلعة فإن المحادثات التي ترأسها الروسي أليكساندر إيفانكو استمرت لأكثر من أسبوع بالعاصمة المغربية حيث التقى ممثل الأمين العام مع بونيت طلوار سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بمقر السفارة الأمريكية في الرباط وأضافت المصادر أن رئيس بعثة المينورسو أجرى سلسلة من المحادثات حول تطورات من السحراء مع سفراء فرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة بالرباط مشيرا إلى أن المسؤول الأممي أنهى زيارته إلى المغرب بلقاء مطول مع سفير المملكة الإسبانية المعتمد بالرباط زيارة وفق ذات المصدر تنذرج في إطار المشاورات الأممية مع مجموعة أصدقاء الصحراء التي تضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمد الدولي ومملكة إسبانيا بهدف إثراء النقاش حول ملف الصحراء قبيل الإحاطة الإعلامية للأمم المتحدة ويرى مراقبون أن اللقاءات التي بادر بها أليكساندر إيفانكو رئيس بعثة المينورسو بالرباط تدخل ضمن ولاية المبعوت الشخص الأمين العام لأمم المتحدة للسحراء ستيفان ديمستورا مشددين على أن الخلاف الحالي بين الإدارة المغربية والحكومة المغربية والوسيط الأممي بشأن إدراع جنوب إفريقيا في الملف عجلة في تكليف الروسي إيفانكو بالمهمة الأممية وتتزامن هذه المشاورات مع الزيارات رفعة المستوى الأخيرة للمغرب بدءا بزيارة بيدرو سانتيز رئيس الحكومة الإسبانية وخوصي مانويل ألباريس وزير الشؤول الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاول الإسباني وستيفان سيجورني وزير الشؤول الخارجية الفرنسية وأوروبا التي جددت دعمها لخطة الحكم الذاتي فهنا فبعة الحل كي قلنا متابعنا الكرام هناك أولا خلاف ما بين الإدارة المغربية ما بين المبعوت الأممي اللي خرج يعني من طريق ديال ما يسمى بالوساطة الأممية ومشى لما هو انحياز واضح وقبول دعوة لا يجب عليه قبولها لأن جنوب إفريقيا تبقى أولا معادية الوحدة الترابية للمملاكة المغربية ثانيا بعيدة كل البعد عن هذا الميلف فاختيار جنوب إفريقيا بالضبط يظهر أن ستافان ديميستورا يميل للطرف الآخر كون كان ستافان ديميستورا مثلا على سبيل المثال اختار الإمارات العربية المتحدة وصافر لها بدعوة من الإمارات العربية المتحدة كنت كالجميع كان يقول هناك انحياز للطرح المغربي لكن اختيار يعني دولة معادية للمملكة المغربية والوحدة الترابية للمملكة المغربية هو أخير دليل على أن هناك انحياز من طرف المبعوت الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا وهنا طبيعة الحال كان الرد المغربي دير خدمتك أخويا ها هي خدمتك شنو هي شنو هي خدمتك الأم والسلام في المنطقة ومساعدة باقي الدول المجاورة من فتح مجالها ديال الموحيط الأطلسي ويعني خدمة المنطقة ككل وهذا شي هذا كذلك من النقاط اللي غادي تخلي الجزائر في عزلة دولية حبريقية وندزوا الخبر الموالي وهنا كان تحدثوا على فرنسا وتحدثنا على فرنسا وتحدثنا كذلك على إسبانيا هذا وزير النقل الإسباني اللي غادي يمشي في زيارة رسمية المملكة المغربية الزيارة هدي جات مباشرة من بعد الزيارة ديال بيدرو سانتيز والجزاة اللي ناضع هذا الـ 45 مليار دولار اللي هاد وزير النقل هذا اضطر أنه يخرج يشرح للناس أنه يديرها إسبانيا را ما غا تعطي وليون المغريب را عطي الله را تشيح دمك يعطي را كل شي مصالح أنا من أجل مصالحتي وانت من أجل مصالحتي المغريب عنده مصالح دياله إسبانيا عندها مصالح دياله الشركات الإسبانية باتستمر إسبانيا تبنات بنيات تحتية دياله التبنات قادة بغير لا تقدش حويجات ولا تصيب شي حاجة بحال فرنسا كذلك فهنا في مكين المنافسة الشركات قصة تبقاك تستمر قصة تبقاك تداما شنو غا تدير هنا في إسبانيا تجي في دار البلاد كاملة كل شي المغريب اللي كيت تخدم أرضي خصبة الاستثمار كان يدروا على خمسة واربعين مليار ديال الدولار خمسة واربعين ألف مليون ديال الدولار ولا ديال الأورو إذا صح القبل فبطبق الحال هنا فين كين نقطة الخلاف ما بين إسبانيا وما بين فرنسا هنا فين كين المنافسة اللي تحتتنا عليها سابقا وقلنا شكل يدفع بدروسان تيز مشي كي يجري للمغريب قبل ما يمشي سيجورني هو المصالح والتفاقات اللي كين ما بين المغريب وإسبانيا وليل نكون في ذيك لحظة هذيك فرنسا ما عندهش بلاصة بلاصة فرنسا مشات جات إسبانيا وعوضات لها بلاصة هنا صراحة كان بزاف ذي الحويج اللي ما كتب النجح هنا لكن على الأقل كان نحاول نوصل لسبمئوية قريبة من الحقيقة ما غديش نوصل للحقيقة كاملة لكن على الأقل كان بحتيوها تشوي وقد اجتهدو ونقلبو ندرم على هذا وندرم على هذا وندرم على هذا ونشوفو وجهات نظر المختلفة باش نقربو ونوصلو يعني الواحد النسبة مئوية قريبة من الحقيقة فيبدو أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانتيز مرفوقا بوزير خارجياته خوصي ماروين الباريس إلى المغرب شهر فبراير الماضي قد عبدت طريق لمزيد من زيارات رفيعة المستوى التي يقودها وزراء الحكومة الإسبانية الجديدة في إطار حلقة جديدة من تقارب وتعزيز العلاقات وتمتينها على كافة الأصعيدة التي بذأ البلدان منذ مارس 2022 بعد توطرات حادة ومن المرتقب أن يكون وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني أوسكار بوينتي أول من يفتت إحباب الزيارات التي سيقوم بها وزراء ومسؤولين حكوميين إسبانيا إلى المغرب في الأسابيع المقبلة من أجل تعزيز التنصيق المشترك بشأن عدة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية في ظل العلاقات المتنامية والقوية بين مدريد والرباط عقبة توقيع خارطة طريق بين المملكتين في أبريل 2021 بالرباط نسجاما مع موقف إسبانيا من ملف الصحراء المغربية حيث اعتبرت مدريد أن مبادرة الحكم التاتي أساس لا لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء ويحل المسؤول الحكومي الإسباني في زيارة رسمية بالعاصمة الرباط يومي 4 و 5 مارس الجاري للتباحث مع الحكومة المغربية في القضايا ذات الاهتمام مشترك في مجال النقل والبنية التحتية وللتعرف على المشاريع الاستثمارية الهامة التي سيتم تنفيذها بشراكة بين المملكتين هذه زيارة ديال أوسكار بوينتي وزير النقل الإسباني ستأتي يعني قبل زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي وهنا فين كين الخلاف هنا فين كين المصالح هنا فين كين تضارب المصالح ما بين إسبانيا وما بين فرنسا فرنسا اللي حط الأعين ديالها على تجيفي وإسبانيا كذلك كتنافسها بقوة وكل الخطوة كتديرها فرنسا إلا كنلقوا إسبانيا سبقتها وعندها الأولوية والأحقية عليها علاش أنا غدي نقول لكم دابع علاش وهنا غدي نمشيوا تحديدا لهذا الخبر هذا وغدي نتحدثو على نائبان فرنسيان يدعوان بلادهما إلى وضع حد الإزدواجية المكرونية والحسن في الاعتراف بمغربية الصحراء هنا علاش إسبانيا دائما عندها الأولوية هو المواقف اللي خدث إسبانيا مش هي المواقف اللي خدث يعني فرنسا وهتش علاش يعني نواب فرنسيون يحطون إمانويل ماكرون للاعتراف الحقيقي بمغربية الصحراء يعني شنو هذا اعتراف من هذا النواب هذا لأن هذا تخربيق اللي دار إمانويل ماكرون مجرد تخربيق وتأكيد على أنه ما غدي أخذ شي حاجة لأن المغرب والديبلوماسية المغربية أذكى من أنك تجي تحكي عليها بجوش كلمات داعا أوريليان برادي وبيير هنري دومون نائبان حزب الجمهوريين الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء واذكر أوريليان برادي مرفوقا خلال هذا اللقاء ببيير هنري دومون النائب عن إقليم بادو كالي تحت راية نفس الحزب إن سيادة المغرب ضرورية للغاية وهذا هو السبب الذي يجعلني أدعو بلدي إلى أن يكون لديه كلمة واضحة وهي القول إن الصحراء مغربية ويجب أن تستفيد من السيادة الكاملة على هذا الإقليم وأضاف نحن بحاجة للخروج من الغموض فرنسا بحاجة إلى كلمة واضحة وأنا أفهم أن هناك مراحل يجب أن نمر بها ومن جهتي أريد أن أخذ هذه المرحلة هذا الكلام اللي قالت سيد هذا قالوا لاش حي تعرف رهما كين استثمار ما كين تجي حاجة أتفهم زيان الرسالة المغربية سابقا ديال مغرب اليوم بها يعني صدق الشراكات فهنا شنو كيقول الإيمان والماكرو كيقول ليه ذاك شلي در شي دابا مع المغرب رغا تخار بيق والمغرب أنا مشي بهات السهولة هذي إليك تكتظن أنك غريس مشي وتقول جوج كلمات وأترجع في حالك والدليل هو التعامل مع سيجورني يعني والملامح ديال الوجه لا ديال بوريطة ولا ديال سيجورني في ذاك اللحنة هذيك ديال اللي قال جيتي مرحبة مغين الفعل وليس القول كين شي فعل ما كين فعل كين مجرد الكلام الفارغ فهنا طبيعة الحال كانت ردت الفعل الحقيقية إسبانيا عندها خطوة الأمام خدات خطوة الأمام منذ سنة 2022 والمشاريع معها إسبانيا غا ديال الأمام علاش لأنها ما تلعبتش بالمصالح ديالها بعكس فرنسا تتناور وتتلاعب بالمصالح وعندها أغراض ديالها طبيعة الحال هي فرنسا إلا جينا نحطو المشهد أمام المتابعي الكرام فرنسا ما بغاش تخسر إفريقيا ما بغاش تخسر المغرب كتشوف إلى سلمات يعني المغرب غا ديقوة العلاقة دياله مع إفريقيا وغا ديتبان يعني الصورة ديالها منحطة لكن في نفس الوقت عارفة بإن المغرب هو البوابة ديال إفريقيا ومعرفاتش كيفاش تدير لها معرفاتش خصها في نفس الوقت تبقى مخلية يعني المواقف ديالها ما تتراجعش عليها ولكن كتلقرسها كتخسر لكثير طبيعا الحال ودي المطالب ديال النواب الفرنسيون كيشوفوا أن من الأفضل الاعتراف مغرب يتسحر على العناد اللي دخل فيه إيمان والمقر ديال الأخبار ديالنا اليوم متعينا الكرام تمنى تكون لقاتكم تشوفوا في أخير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشوفكم إن شاء الله فيديو أخر مضحور تكون دائما في أحسن الأحوال دولكم في العياج لله السلام عليكم